الحرب تقترب من بداية عامها الخامس والأحداث وحتى المشاورات الجارية لا تبشر بوضع نهاية قريبة لها أو بأي سلام قادم في الأفق وفي نهاية عامها الرابع وصلت الإحصائيات لعدد القتلى والجرحى والمختطفين والخسائر المادية والمعنوية إلى أرقام مفزعة يبدو أنها ليست محصلة نهائية للحرب فالأرقام مستمرة بالارتفاع وزير حقوق الإنسان محمد عسكر وخلال مؤتمر صحفي عقده في أبوظبي تحدث عن إحصائيات جرائم ميليشيا الحثي في الوقت الذي تجاهل فيه جرائم التحالف وانتهاكاته في اليمن وقال إن إجمالي عدد القتلى والمصابين والمختطفين المدنيين منذ ستمبر من العام 2014 تجاوز 67 ألف شخص وأضاف أن عدد القتلى بلغ أكثر من 14 ألف شخص بينهم 1500 طفل و865 امرأة بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 31 ألفا بينهم 4000 و80 طفلا وأكثر من 4250 امرأة وبلغ عدد المختطفين أكثر من 21700 منهم 86 قتلوا جراء التعذيب في سجون ميليشيا الحثي كما تم قتل 30 إعلامياً ولا يزال 17 منهم قيد الاعتقال كما أشار عسكر إلى تسبب ألغام زرعها مسلح الجماعة بمقتل 1593 شخصاً وإصابتي أكثر من 1400 آخرين بإعاقات دائمة كل هذه الأرقام تمثل حصيلة أعلنت عنها الحكومة الشرعية لجرائم وصفتها بالمروعة ارتكبتها ميليشيا الحثي بحق المدنيين فهل ستتوقف الحرب لتنهي معها الحصيلة عند هذا الحد؟